بعد هذا التطواف المتشاعب في سؤال المعنى وآثاره وتداعياته بات من الواضح الارتباط الشديد بين المعنى والدين بل إن رجال الدين وأتباع الديانات عموماً في المشهد الغربي يعتنون اعتناءاً كبيراً بمعنى الحياة في دعوتهم وتبشيرهم ويطرحون ميزات السردية الدينية في الإجابة عن سؤال المعنى في مقابل قصور الثقافة الحداثية الواضح حيال مسألة المعنى وهذا الترابط الشائع جعل بعض المفكرين المعاصرين يرى أن جوهر الدين يكمن في الإجابات التي يقدمها حول سؤال المعنى وهذه مغالطة منتشرة وتعد تعميماً لأزمة الحداثة الغربية مع التدين فكون الحداثة أنتجت عالماً يعاني في تأسيس معقوليته وتفسير محيطه الوجودي بعد علمنته وتجريده من أبعاده الدينية لا يعني أن وظيفة الدين تنحصر في توفير إجابة عن سؤال المعنى أو تقديم مخطط تاريخي بديل عن المخططات السائدة أو المعدومة وهذا التصور ينسجم مع الموقف الحداثي من الدين ذاته ووظائف التدين كما تحددها الثقافة العلمانية والعلوم الإنسانية المعاصرة فقد أعيد تنظيم العلاقة بين الديني وغير الديني العلماني وضبط حدودها مراراً في التاريخ الأوروبي الحديث ومع دخول الحداثة وانتصار أعداء الكنيسة ونشأة الدولة القومية الحديثة أخذ تعريف الدين في التصور الكنسي أولاً يميل إلى التركيز على الخواطر والدوافع الداخلية للمؤمن كما أصبح الانضباط الاجتماعي والسلوكي يستند إلى الضمير والاعتقاد العام للتعاليم الدينية المخصوصة وتدريجياً ظهر في أطروحات عصر التنوير ما عرف بالدين الطبيعي الذي يتكون من معتقدات وممارسات وأخلاق وقد رأى مبتكر هذه الديانة أنها تمثل أساس الدين في المجتمعات كلها وتبعاً لهذه الخلفية التاريخية أصبح الدين والتدين مسألة متعلقة بالمعاني ذات الوظائف الكونية والأفكار المتصلة بالوجود العام التي يعبر عنها إما بالاعتقاد وإما بالطقوس أو بهما معان وقد طرح هذا النموذج المفاهمي للدين مسلمة بدهية لا تحتاج إلى برهنة في حين أنها في الحقيقة وجهة نظر لها تاريخ مسيحي خاص وهي جزء من تحول جذري لمفهوم الدين ضمن تبدلات أشمل وأوسع للطرائق الحديثة في تنظيم مجالات السلطة والمعرفة فالدين في المنظور الحديث هو الأفكار والتمثلات والعواطف والسلوكيات المتصلة بما فوق الطبيعي وبالمقدس فقط وضمن ذلك تتحدد جوهرية معنى الحياة في الدين فمعنى الحياة يتأسس في هذا المنظور العلماني للدين على أفكار تتعلق بما فوق الطبيعي والمقدس أما الدين في التصور ما قبل الحداثي وفي التصور الإسلامي أيضا فقد كان شيئا آخر قطعا إذ كان يشكل طريقة في بلوغ الكمال للمجتمعات البشرية ونظاما شاملا للعالم الإنساني فلم يكن الشأن الديني في كل مكان وحسب بل كان الشأن الديني منظما لكل شيء فالدين لم يكن مقولة اجتماعية منفصلة يمكن أن يقبلها الفرد أو يرفضها فقد كان الإنسان يولد كجزء من جماعة تتجذر مراسمها ورموزها في مذهب ديني المحتوى لا يتجزأ عن الحياة العمومية وقد توصل مؤرخ الأديان الأمريكي جونيثان سميث بعد بحث ودراسات طويلة إلى النتيجة نفسها وتبين له أن مفهوم الدين في شكله الحديث فكرة علمانية وكتب إن العلمانية أيديولوجيا وإن الدين واحدة من مقولاتها الأساسية إن النظرة إلى العالم الدنيوي تصادر ومن ثم تقترح نظرة خاصة غربية إلى الإنسان والعالم إنها تنظر إلى الكون والطبيعة البشرية كأشياء دنيوية بالأساس وتنظر إلى المضمون الديني كإضافات أضافها البشر هنا وهناك فمن المهم إذن ملاحظة السياق الإجمالي لهذا المشهد الذي ارتبط فيه المعنى بالدين فمعنى الحياة كإطار تجريدي أو كإجابة نظرية تفسيرية لسياق وجود الفرد في العالم لا تغني بمجردها شيئا بل معنى الحياة أي غايتها وسبب وجودها ومآلها يندرج ضمن رؤية مركبة نظرية وعملية وروحية في المنظور الشرعي والديني فلا أحد يموت أو يقاتل من أجل المعنى بل يموت الفرد المؤمن في سبيل الله أو في سبيل الثورة أو في سبيل المجتمع الاشتراكي أو في سبيل الوطن أي يتعلق الأمر بشيء أكثر عينية وتخصيصا يتعلق بقيمة معينة أو معروف بعينه ومن ثم فلا تندفع أزمة المعنى باختلاق أي إجابة أو سردية تقاوم مؤزق العدمية بل يتطلب الأمر ما هو أبعد من ذلك وتبعا لهذا المنظور المعلمن لمعنى الحياة أضحى الدين في التصور الثقافي المهيم مجرد تجربة إيمانية تضفي معنى على حياة الإنسان دون التفات إلى أساس الدين الموحى فليس الغرض البحث عن الحق والتسليم بمقتضياته ولا الإذعان لأحكام الإله وتعاليمه وإنما هو انشغال بالنداء إلى المنادة كما يقول المفكر الأمريكي هيربرت دريفوس أي أن الدين أصبح موردا فعالا لتحقيق إشباعات عاطفية عابرة وتلبية إلحاحات روحية وعقلية محايدة وهذا النمط من التدين أو التروح لا يوجب على صاحبه التزاما ولا يبعث في نفسه تأثما في أخذ ولا ترك وإذا قارنت بين حال المعاصرين من الباحثين عن الروحانيات والتجارب الدينية المفصولة عن العقائد والالتزامات السلوكية بحال بعض من عاش قبل الإسلام كزيد بن عمر الذي كان يخاطب قريشا يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري ويقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحلته علمت الفارق الشاسع بين من يبحث عن مراد الله منه ومن يقوده هواه للبحث عن مراده من الله وإن تعجب فعجب أن يكون حائر القرن السادس الميلادي أبصر بحقيقة الدين من حيار القرن العشرين وهذه الحقيقة هي التسليم المطلق لله تعالى بينما يتعلم صبيان المسلمين في الصفوف الأولية الإجابة عن سؤال معنى الحياة ويحفظون السؤال لماذا خلقنا الله تعالى كما يحفظون الإجابة لعبادة الله والدليل على ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه الإجابة تلخص ملمحا جوهريا في الرؤية القرآنية للعالم فتشير أولا إلى أن الوجود البشرية محدث ومخلوق لله تعالى ثم تشير ثانيا إلى أن الغاية من خلق هذا الوجود منحصرة في عبادة الله تعالى فهي تحمل مضمونا عمليا وسلوكيا ينبعث من اعتقاد إيماني راسخ فمعرفة المؤمن لمعنى الحياة تندرج ضمن اعتقاده العام اتجاه نفسه وتجاه ربه وتجاه العالم وتقتضي منه الاستسلام والخضوع التام لله تعالى الخالق الكريم الذي لولاه جل وعلا لما وجد معنى لأي شيء بل لما وجد الإنسان نفسه فإنه كان عدما فأوجذه الله وخلقه وثباته وقيامه في الدنيا بالله فلولا أن الله يقيم الوجود بما فيه من أنواع الخلق لها لكذلك كله وتلف وتقتضي منه كمال الحب لله تعالى والشوق إلى لقائه فالحب أصل كل حركة في الوجود وأعظمه وغايته ومنتهاه محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين لأن كلما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال ولذلك فإن ميل القلب إلى الرب تعالى ميل فطري طبعي لا يحتاج إلى تكلف ولا مجاهدة وكذلك حبه ومعرفته وعبادته تبارك وتعالى كلها من مقتضى طبع القلب كالميل إلى الطعام والشراب ومن المعلوم أن كل عضو من أعضاء الإنسان إنما خلق لفعل خاص به وأن علامة مرض العضو أن يتعذر عليه فعله الذي خلق من أجله كليا أو جزئيا كمرض العين بالعمى والعور مثلا ومرض القدم بتيبسها وامتناعها على الحركة فكذلك مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيثار ذلك على كل شهوة سواه والاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليه ولا يحب أحد لذاته إلا الله تعالى لكماله في ذاته ولأن هذا من معاني إلهيته سبحانه ومحبة كل ما سواه إنما تكون طبعا لمحبته تعالى ومن تمام حبه حب ما يحبه من الأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذبا إلى حب الله تعالى فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته فازداد حبك لله وكل محبوب سوى الله فهو محبوب لغيره إما لإحسان أو استحسان خلق أو خلق أو غير ذلك ومن كان حبه على هذا النحو فإنه لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من قلب منفعة أو دفع مضرة وإنما أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه وليس هذا حبا لله ولا لذات المحبوب وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم لبعض فالحب الفاضل هو ما كان لله وبالله وهو الحب الوحيد الذي يقدر له الخلود الأبدي ولا يضره الانقطاع المؤقت بالموت أما المحاب الأرضية فقل ما تخلو من التنغيص والكدر فإن كملت ولا تكمل إن قطعت عن قريب بملل أو موت أو فراق على أن القلب محدود ضئيل لا يكاد يتسع للولع بصنوف المطامع والمستحسنات الدنيوية فإذا اجتذبه أمر أو إنسان إن ساق إليه بكليته ولا يكاد يبصر غيره وإن كان أحسن منه ويبالغ في تحصيله والتهالك عليه ويتطلب استدامة الالتذاذ به وقد استنبط بديع الزمان النورسي رحمه الله من هذا معنى فارها فقال من الدليل على أن القلب ما خلق للاشتغال بأمور الدنيا قصدا أنه إذا تعلق بشيء تعلق بشدة واهتم به اهتماما عظيما ويتطلب فيه أبدية ودواما ويفنى فيه فناءا تاما فكأن القلب قد ركبت أجزاؤه على هيئة لا تناسب إلا التوجه إلى الرب تعالى دون سواه توجه الموحل المتنزه عن الإشراك وإذا استقرت المعاني المذكورة في النفس وعلم العبد كيف يكون وقامه في الدنيا وعرف ما وعد في الآخرة وأشرقت في نفسه معاني صفات الله تعالى وأسمائه اشتاق إلى ربه وطمحت نفسه لبلوغ غاية لذاتها الدنيوية وهي الشوق إلى لقاء الله فهو أعظم لذة تحصل للعارفين في الدنيا فمن أنس بالله تعالى واشتاق إلى لقائه فقد فاز بأعظم لذة يمكن لبشر الوصول إليها في هذه الدار وطمع في قرة العين التي لا تنقطع لأن من قرت عينه بالله فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة نسأل الله من فضله تبين لنا في جملة ما سبق أن معنى الحياة لا يتحقق على جهة الكمال إلا بالإذعان والاستسلام لمقتضى العبودية بتصحيح القصد والإيمان بالرسالة وضبط بوصلة القلب على جهة العلو طاعة ومحبة وإخلاص وتوحيدا وكل معنى من المعاني المخترعة مما تعلمنا في مؤسسات أو حركات أو أيديولوجيات أو تأنسنا وتفردنا في ذوات أرضية ونفوس فانية فمصيره الزوال ونهايته العدم لا بل مصيره العذاب والهوان المقيم في الدار المقبلة ولا يبقى إلا الله تعالى الحي الباقي وإذا كانت الأديان الباطلة كالمسيحية واليهودية تدل أتباعها على معنى حياتهم الحقيقي وتواسيهم بوعد الخلاص الأخروي وهم يتصبرون بذلك ويحتملون لأجله مآسي الحياة وما ذاك إلا بسبب ما وقع لهم من شعاع أنوار الحق وإن منعوا كمال النور بما عملته أيديهم من التحريف الباطل فكيف يكون الحال باعتقاد دين الحق فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله